موسيقى مرحبا بكم موحبي قناة الكابتل تربية العصافير قبل ان نبدأ الفيديو اتمنى ان تضغطوا على زر اللايك والاشتراك في قناة وتفعيل زر الجرس وباي باي 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نضع الله سبحانه وتعالى يرفع الوباء والغلاء وفيروس كورونا عن مصر وعن جميع الدول العالم ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الشرف الخلق صلى الله عليه وسلم اه تعخرت عليكم انا معلاش شوية كنت بعافية وفما كنتش جادر اعمل فيديوهات ولا جادر اتكلم اه فكان ولادي ما شاء الله عليهم ربنا يحرصهم كده ويخليهم كانوا بينزلوا لنا بعض الفيديوهات الشورتز وبيعمل شوية حاجات كده اه مساعدة منهم على اساس القناة ماينزلش مستواها وكانوا بيرد على التعليقات فيا يعني كنا مجصرين معكم يعني لو حد من الولاد كتب تعليق وحش او معجبكمش اه في التعليقات او في الرد فمحدش يزعل مننا اه وكل عام وانتم بخير اه المدارس خلاص باجا كمان طبعا ربنا يكون فؤالنا للمدارس بطبا يعني زي حاجة كده صعبة على الجميع الفيديو بتاعنا النهاردة انا اللي جيت طار الميناء ضوافره كبيرت خالص عندنا فلاحظوا انه هو كان بيطير ضوافره من ضوافره الشبك في الجفص فتقطعت منه حتى يعني من الضافر فنزل دمه كده فقلت لا يبقى واجب علينا ان احنا اياه نجلم له اضافره بدل ما كل ساعة والتانية يتعور ويجبك اياه في اضافره اللي انه طولت خلص بطريقة غريبة عاملت زي الهك كده او يعني او الهلال اللي جرب يلزك في بعضه فقلت لازم يا ولاد ان احنا اياه نجيب المجص بدل ما كل ساعة والتانية يجبك فجيبنا المجص زي ما انتم شايفين انا مساكته ازاي مساكته طبعا من الرجلية ونزلته لتحت في الاول هديته لان طبعا بزي ما وقلتلكم احنا اه للأسف ما اه الفترة اللي جيبناه فيها مش مش فضيين كده فما عرفناش ان هو نخليه طار اليف فما زال لغد الوقت برضو اياه مش متعود علينا اه فحاولت في الاول اهديه وبعد كده هنمسكوا ايه اه بحاس ان هما ايه ما يتطمن شوية زي ما انتم شايفين اياه نزل عض في ايه اه بطريقة شرسة وعاز يهرب مننا لان هما اصلا طارن من احب الحرية انا كنت بساعد بطيره بس طبعا الجلة الفضاء في الفترة دية والتعب اللي احنا كنا تعبنين وكنوا اغضين الدور والحمد الله رب ان يعافينا ويعافي كل مريض يا رب فزي ما انتم شايفين اللي هي الاضافر بتاعته كبرة خالص فلما تيجوا انتم اه اه تجسوا الاضافر دية زي ما انتم شايفين كده اه تحاولوا ان اه ان ما تجرش على الجص يعني تعمل طرف اه بسيط منه خالص من الحتة اللي هي اياه اللي مسننة الملوية بحيس انك انت اياه ما تجسش اي حاجة من الشرايين او اه اللي هي بحيس ان هو اياه ما طبعا ما يتجسش حاجة من الشرايين ويبقى دينزف دم فانا مساكته زي ما انتم شايفين كده المسكة دي من اه في الاول مساكت من رجلية عشان هي كده سهل ان هو لو انت مساكته حاولته تجسه مش هتقدر لان هو رجلية قوية جدا وكمان اه اه المخالب بتاعته اللي هي الضافر اللي احنا هنجصها شديدة لو حبات انت هي تسيبه وهيمسك في اه ممكن يعورك في ايديك فعشان كده اسهل طريقة تمسكها انك انت تمسكه من رجلية زي ما انتم شايفين كده زي ما كنوا مسلا ايه ساعات بنمسك الحمام او حياة زي كده ونبتدى نجص او زي كان عندكم جصافة يكون افضل انا ما عنديش جصافة لكن اللي افضل الجصافة اه وتجص حاجة بسيطة يعني شايف انا بجص ايه الحتة اللي هي مثلا انا الملوية بحاس ان انا ابعد عن اه بحاس ان هو ايه الحتة دي ما تشبكش فيها اه في القفاص يعني لان هي بتوبها ملوية خالص فتروح شبكة فما بيعرفش يطلع فيجي الشدة ضفروا تجصف ويخروا دم فطبعا ده اه رحت انا بجص في الحتة تياه البسيطة زي ما انتم شايفين في الفيديو كده وهم اتنيا طبعا ان هو الدكر والانسة فجبتهم اه من انا كنت عايز اه اغير لهم المكان وحطهم في جفص واسع اه عن اللي عندي لان انا جربت الجفص تاني وحطت لهم بيضة جفص طولي هو كبير بس طول يعني مرتفع ارتفاع اكبر من العرض فحسيت ان هم اياه مرتحوش في الجفص اللي هو الطويل طول ده فقلت لا يبقى ان نجيب لهم جفص يا زي بتاع الكوكتيل كده هو كل ما يكون الجفص بتاعك اكبر يكون افضل اه في الطائر المينة بالذات اللي حب الطيران اه اه فانا قلت حطهم في جفص كوكتيل واحطوا لهم عيش لان انا اياه لحاس ان هم ابتدوا خلاص يكبروا اه وبيغيروا ريش اللي هو ريش الجلش ده اللي هو من اه اه الدكر يعني من فترة اللي اه الزغاليل لفترة الشباب فبيغير في الفترة دي لفترة البلوغ فلاحظت ان هو ابتدى يسجط ريش في الفترة دي فقلت ان هو اياه ابتدى يكبر اه فعشان كده ابتدى حطله اياه البيضات فحطط له البيضات برضو وان شاء الله ربنا يكرمنا ياكش اياه يطلع لنطلع عندنا بازن الله اه طبعا الزغاليل الصغيرة اللي هتطلع دي هي اياه اللي انا اه هاعتني بها في حكاية التدريب وايه اه بازن الله هوكلها تأكيل يده وان شاء الله ربنا اكرمنا مطلع الجوز دهوة اه هنأكلهم بازن الله تأكيل يده وهو ما دول اللي هيه هيكونوا اه بازن اللي هما معنيين بالتدريب معنا اه وان شاء الله يمكن ربنا يكرمنا وانا ما بحبش ان انا استعجل عندي صبر اه على الطيور بالذات يعني ما استعجلش الاقي ان هما اياه اه تعبون او جرفون او مسلا مرضين شي اشتاولوا بتاع فاروح اه بيحهم لا انا بحب بصبر الحاجة لان طبعا انا دول جو زي ما قلت لكم قلت اجيبهم اياه سنهم مش كبير يعني فدخلوا عندي فتدار الشبابات هو تقريبا كان حد صيدهم ما اظنش يكون اياه اه كان مربيهم ممكن يكون حد صيدهم منعشوش او مسلا زي اللي بيصدوهم من سينة والحياة زي كده اه اه فانا برضو اياه بس ما اجدرتش ان اياه للاسف اه لان هما كانوا عايزين فضاء في التدريب زي ما تشافين اه الجس الفرد التاني دو اه زي ما قلت لكم فانا بازن الله حطات لهم اياه البيضات وان شاء الله رب ان اكرمنا فيهم وغيرت لهم العش فعشان كده قلت بالمرة اياه هعمل لهم نظافة شاملة واجسلهم ضوافرهم بحيس ان هما اياه اا ما يشبكوش في 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 الاسلاك ويتعوروا اا ودي اا اللي هي الطريقة نجس اا ضوافر طار الميناء عشان اا ما ما يتسبش في اصابة اا اللي طار الميناء في ان هو تشبك ضافره وما تنسوش يا جماعة في دعمنا بالشير ولايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد وادعو لنا كده اا بالشفاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولمزيد من الفترة